طيب دكتور برضو أحيانا بتكون من أسباب التوتر أو القلق أحيانا يعني مرور الشخص بموقف بعينه سبب له ألم نفسي أو سبب له وجع ما يعني في حياته أو موقف صعب عدى به فهو بقى الموقف ده كله بيفتكره أو بيتعرض لموقف مشابه له حتى لو مرهوش علاقة به بيوتره هل ده بيبقى لسه فيه سياق أو نطاق التوتر ولا بيدخل في نطاق القلق ولا بيدخل فيه نوع تاني بقى من الأمراض النفسية وإزاي يتعامل معه هو الشخصيات دي لما بنيجي نعمل لها تقييم نفسي بنلاقيها موجودة في دايرة كده اسمها دايرة عدم الرضا الشخص ما بيبقاش راضي دايما مش راضي عن حاله عن أسرته عن زوجته عن شغله فدايما تلاقيه ده بيؤدي إلى التوترات وعلى فكرة التوتر من أبسط الحاجات اللي ممكن تحصل للناس لأن التوتر ده مفيش إنسان ما تعرضش للتوتر حتى الأطفال من الأطفال كمان بس لو بمعدل طبيعي يعني برضو أحيانا بالفعل فيه ناس بتتوتر زي ما حدريك قلت الموضوع بيتطور معهم للبانيك أتاك ما بيبقاش عارف يتنفس ما بيبقاش عارف يعني حركته بتكون سريعة جدا ما بيعرفش الكلم بتلاقي فيه تقطيع في الكلام أحيانا التوتر لما بيزيد عن حده بيقى مؤذي كمان بالضبط كده وهو فيه تدريبات نفسية مهمة جدا كمان تخلينا نساعد الشخص اللي هو بيتوتر ممكن حتى يعمل جلسات لنفسه في البيت لو هو مش رايح لدكتور نفسي أو مش رايح لمعالج بيبتدي ياخد معه جلسات منتظمة ممكن فيه تدريبات اسمها تدريبات الاسترخاء فيه تدريبات اسمها تدريبات اليقظة الزهنية فيه تدريبات اسمها تدريب تعدد أو تكرار النعم أنا لما أسكر دايما أصحى من النوم كده أسكر النعم اللي عندي أحيانا بنخلي بعض الناس اللي عندها توترات تشترك في جمعيات طوعية وخيرية تزور مستشفيات بتشوف وضع الناس الأسوأ منها فده من خلاله بنعمل تقنية من تقنيات العلاج النفسي اسمها التعرض مع منع الاستجابة أنه بيتعرض لمواقف فيها توترات وفيها حاجات ممكن تخليها الآن لكن استجابة جسمه اتغيرت